هنا الجوف ليس بوسع الصورة أن تقول كل شيء لكن إشياء كثيرة خلف هذه البيوت ثمت أوجاع ومعاناة تكبر كأنها العمر ليس أقلها حرمان خادة من طفولته مبكرا أو خادة الذي فقد أباه في الحرب ليكون ضمن مئات النازحين الفارين من جحيم الميليشيا إلى هنا وإلى هنا كان لكاميرتنا أن تصل لتكون هي بريد همومهم ومعاناتهم كانت بلغسل هادور نقالت معاناة المواطنين نقالت معاناة المعلمين كذلك المنازحين كذلك في الجبهات لأن الجوف اليوم محرومة من الإعلام ولكن البلقيس لها دور رائع مهمة صعبة هذه التي تكون فيها صوت الناس أفراحهم وأحزانهم والمعبر عن قضاياهم الشائكة والمزمنة التي تتعادم فيها معاناتهم وسط التخاذل والتغيب الممنهج لقضايا هذا المجتمع الذي حرم طويلا من حقه في حياة مستقرة وهانئة بعيدا عن عيون المنظمات واهتمامات الجهة المعنية بالإنسان التي ليس لها حضور هنا غيبت محافظة الجوف في السنوات الطويلة وكان ذلك في ظل عدم وجود قنوات إعلامية عندما يصبح الإنسان والإنسان فحص المحور الأول في تغطيتك للأحداث والوقاع الهدف الأسمن الذي انتهجت قناة بلقيس في تغطيتها للأحداث في جميع محافظات البلاد لسيما الجوف حاولت أن تقترب أكثر من معاناة الناس لتنقل همومهم ومعاناتهم أحلامهم وأمالهم التي غابت في مستنقع الحرب وعلى الرغم من عدم البيئة المناسبة للعمل الإعلامي في الجوف وظروف العمل القاسية حضرت بلقيس بأدوات السلامة الخاصة وحاولت أن تكون في قلب الحدث والأقرب إلى الحقيقة في تغطيتها ونقلها للأحداث في سياق تغطيتها للشأن اليمني وأوضاع هذه البلاد التي تغرق كل يوم في الحرب وشائعاتها الكثيرة في زحمة الأحداث والوقاع حاولنا أن نكون أقرب إلى الحقيقة أن ننقل هموم الناس ومعاناتهم أحلامهم وأمالهم في الخروج من هذا الواقع السيء على الجرادي قناة بلقيس الجوف